السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم موضوع الفي راح تحكي في عن شي بخص لغة الالمانية طبعا هو عن نقاش او بسمو من لش او او كلمات يعني هي نفس الكلمات فيك تستخدمك كمان بالبريف كتابة الموضوع بالشرفت ليش وفيك كمان نفس الكلمات هاي يعني متل ما شايفين هون فيك تستخدمها بالمدلش بالحد محادسي لانه نفس الكلمات نفس المفردات راح تستعملها بالمحادسي او راح تستعملها بكتابة الموضوع هلا هون هو عبارة عن موضوع متل ما كاتبين هون الموضوع هو شكوه ريكليماتيون اذا بنا نبلش هي عن الشكوه طبعا انت راح تكتب التفاصيل اللي انت عم تكتب شكوه بسبب الشكوه اللي هي طبعا متل ما كاتب صنوع كمثال هوني انه هو حجز عن طريق الانترنت او شاف اعلان رائع وحجز وكما توقع انه يقوم بصوت والحكي هذا راح نقرى فورا ونترجم نعلم بترجمة طبعا كتابة هون مكتوبة لحزة نخدم ايش إيري زير انترزانتي عن سايا ان انترنت كليزين هاتي بار ايش زو بيكايسترت تاسيش سوفورت سين تاقي او يعني مسلا تيتيقن او لاب او كورس مسلا اذا بتحكي عن كورس فيه تكتب باي اين بوختي يعني هون عمل لك بعد ما انو متل ما شافين اللي ترجمي هون بعد ما اقرأت الاعلان تابعكن كتير انا كنت متحمس من انو شفتوا بالانترنت كتير متحمس بس وفورا حجزت عجرة ايام الدورة او هي الكورس يعني او الاجازة عنكن بالموقع تابعكن هلا هون كمان فيك تستعمل الاعتراض الفقرية اللي هي هون او سير دم وارش زير زير انسو فريدن وان انتوش تي تن الاسباز زي ان ايرم بيربنك فر شبروخ اللو هابي انشبراخ نشتير لرياليتيت يعني هون عمل لك انو يعني فو هالشي هدا طبعا نلاقي هالجملي هون بتجي بعد اه بعد ما انت تبلش بالمشكل اللي بلشتها لازم يعني تكتب بين هون يعني بين هاي اللي هون وهاي اللي فوق هون في هون فقرة لازم تكتب فيها انو انت تشرح شوية مشكلتك ابو ما تبلش انو او سير دم في فقرة بمعنى انو مثلا انا اجرب مثلا انو اذا عم تحكي عن كورس او او عبو الفندق انو انا نقيت هدا الفندق مثلا لازم تكتب بسبب ليش نقيت هدا الفندق مثلا انو اريب على مكان تصوى اريب على السينما اريب على مسلا على البحر ومع هيك انا انو كون كتير متوقع انو كون هالشي منيح من هالحاكي هدا بعدين تكتب هالكلمة اللي هي هون شوي قاسي يعني يبتم معنى انو على وعلى ذلك لم اكون كثيرا انو راضيا وخاب امل انو كل شي اللي حضرتو او وعدتونا فيه لم يطابق حقه لازالك متل ما قالتلكون لازم تكتبوا الفقرة المنسية اللي هون اللي انو انو انتي ليش خطرت هاد المكان او هاد الكورس لازم تكتب توقعاتك اللي انتي كنت متمنية نزل تحت الله لازم تكتب او نكتب لازم تكتب لازم تكتب لازم تكتب لازم تكتب يعني انو ما لقيت الشي اللي انا كنت متوقعه او متل ما انا شايفو على الموقع تباكم بالبيربونك بالعلان وهذا الشي كان كله ما مطابقي الحقيقة وتوقعت يعني انا شي تاني من منكم يعني ايش او بترايبينشت بين ايش شرايبين مثلا يعني انا ما عم بالغ وقت كتبت وقت انا مكتب مثلا بانو انو بتشكل طبعا هون انتي رحت تكتب المشاكل مثلا اني انو مثلا انو انا ما لقيت الباص بالمعلمة حدا السبب اللي باخدني الكورس او من المسلا او ما لقيت الباص اللي باخدني من الفندوق الى الشاطئ او ما لقيت التكسي اللي انا طلبتها عساس انه تجي عشر دايقه وتجي ملقيتها في كتير مشاكل تكتبها بها الفقرة اللي هون ناصة بي هون يعني اا طبعا هون كمان انو انا كما بدي اضيفه الشيء طبعا انتي مو تكتب بس واحدة تكتب انتين اكتر من مشكة مشكة الاولى مسلا ع الباص والتاني عن مسلا انه الفطور ما كان جاهز بالوقت محدد اذا كان في فندق طبعا بتنزل هون تكتب ايش مشتق او خمت سفوقين بس كمان تنزل وهون بتكتب انه انا كمان بتضطيف شغلي مسلا انه كانت معاملت السكرتيريا مسلا بالفندق كانت سيئة مسلا كانت المي باردي في كتير شغلات فيك تضيفة ايش هاب اذا ميت النشت كيرغنة تس انا ما حسبت حساب هالشي ابدا تس كمان انه كان هالشي كتير سيئ وما حسبت حساب تمام الا هون أليس انه المبارين ديزي اورلوب تاك او مسلا كورس تاك ايني كومبليت كاستروفي عند اشبار توتال انسوفريدين مغتصر حكي ايام الاجازي اللي انا حجزت عنكن او ايام العطلي او ايام الكورس اللي كان عنكن كان بالكامل يعني بمعنى�로 بمولول الـ machine بمعنى الابدري او بمعنى انه كان كستروفي كابسي بمعنى الكلمة وانا ما اللو عرضي انه ابدا او بتكتب مثلا للأسباب المذكورة مثلًا، أو أيضًا، أو أيضًا، من العبور، وعن الأسباب التي قرمًا، ذكرت لكم، بمعرفة ك languages я рассказada يمكنني أن أعززززية وأيضًا مفيدة، على الأطلاق، فكلمت متعاني أمني، أو ليس سعيد أبداً، أطلاقًا هون يعني انت عم تطلب منه انه ترجع المساري وانه عم تطلب منه بته فالافضل طبعا انا متل ما بذكر الانسي شو كاتبت شو حكتنا مثلا فيك تكتب بته فيك تكتب بدون بته مسلا الافضل لانه انت عم تطلب منه ترجع تعويض فما احدا بقوله للتاني بقوله بته ببعض المساري وارجع لي تعويض كل احوال اوف ديزم كروند بته اجزي هاي اذا كنت طبعا لوحد مناحكى بيه مشكل عام اذا واحد عنده مخالف او شي او شي ما نو رضيان منه ما رح يقول له بته مثل هيك شركة او هيك ما بتستحق البتة هي طبعا بحيالة عادية يعني او زيزم كروند بته اجزي مير دي هلفتت اس بتراك رجع لي مص المبلغ اللي انا طبعا انا انا دفعته اين تايل ماينت اين تسالونك يعني كمان هو لازم تكتب السار اللي انت دفعته ان هو فون مسلا 600 يوروظ سور ايرشتاة للطاويد مثلا بيتر اوبا فايزن زي تنبت راق انفل كنتم بار في بنك فين 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 حولولي المبلغ على هذا الحساب البنكي تكتب حساب بنكي تبعكم فين ايش انا هاد اي نبوخي كاني انفلت بكمي شالت ايش ميني انفلت عن اين هون عمل لك انه انسان المسلم خلال اسبوع جواب منكم راح وكل محامة الخاص فيه او كمان بتكتب فالس ايش كايني انفلت اوف ميني بيريف بكمن يعني اذا ما فرد على البريد اللي انا بعدتو فاردي ايش ميني انفلت شرائبه راح اكتب للمحامة تبعي هون عمل لك كمان اسبيري سير ند فين زي ميني بش فاردي بانفلتين فاردي سيكون انو من الرائع كون راح يكون شي منيح اذا انتي طبعا راح تجاوب تجاوب ماي او راح تجاوب على مشكلتي فور فراقي اشتهيش هون عمل لك انو اشتهيش اينن يدت سايت تلفوني كالتلفون يشجرنن تسوف فيرفوقن يعني انو انا بجاهز لحت اول وانا لقي اسلي تطرحها انا موجود تحت هذا الرقام او تعوى وموجود تحت هذا التلفون هيك تكتب رقم هاتفك طبعا اش بناجم اش باي اينن ام فروس هاي كمان لازم طبعا الاوطال تسأل انستك او الاستاذ انو هاي انت عم تكتب بش فاردي ما عم تكتب لحد عم تقوله والله لا رفياك تمام؟ هاي لازم تسأل عليها يعني انت عم نازل في بهدلي من اول البريد للا بالاخير بتكترو با انا بتشكرك مستحيل الشي هذا او هاي التاني شكرا جزيلا من اجل تفهمكم مستحيل طبعا هذا الملف اللي انا هلا فاتحه ما انا حضرت من قبل وقرأته بس الاميراه والولتينتين هون مستحيلات 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 هاي طبعا في كتبه بتمنىكم كل خير هذا كان كل شير اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته